تم أيضاً التعاون مع منظمة أو الجمعية الدولية لحياة ترويج الاستثمار وايبا لإطلاق برنامج خاص بتنمية قدرات الدول الأقل المون في العالم وهي حوالي 47 دولة تهدف إلى رفع قدرات هذه الدول والناس أو الأشخاص المعنيين فيها في تنمية الاستثمار واستقطابها لرفع قدراتهم بحيث أن تخلق فرص أكبر تهدف إلى رفض اقتصادية هذه الدول بصورة أفضل التدفقات المالية المباشرة كانت تحت ضغط بالسنوات الأخيرة على المستوى العالمي ولكن مقابل ذلك دبي حافظت على بعض الاستقرار من ناحية نمو هذه التدفقات كيف ترون الصورة اليوم؟ حكساً للأرقام الموجودة على مستوى العالم الحمد لله عندنا نمو بالنسبة للإستثمارات على مستوى الإمارة الرقم الأخير هو لأول 9 شهور من عام 2018 مقارنة ب2017 عندنا نمو في أول 9 شهور بما يقدر بحوالي 26% من أحجام الاستثمار نعتقد بما نراه في الأرقام التي سوف تخرج إن شاء الله مع نهاية شهر اثنين أن عندنا نمو قد يفوق المتوقع حالياً الأرقام في عملية تمحيص وتعديل ونهائية إن شاء الله لكن هناك عوامل أيضاً يجب أن ننظر لها هناك ثقة في المدينة بالنسبة للمستثمرين خاصة في وقت في دورة اقتصادية هابطة حالياً هناك ثقة في المدينة أو الإمارة بالنسبة للمستثمرين وهذه الثقة هي بعيدة المدى ولا تتعلق بسنة أو سنتين حوالي عام أو أقل يفصلنا عن إكسبو 2020 كيف تقيمون التدفقات إلى دبي؟ وهل هي كافية بالنسبة للمشاريع التي نترقبها؟ بالنسبة للطموح يعني علمتنا الحكومة وعلمنا الشيخ محمد أن الطموح ليس له سقف ونحاول أن نقفز فوقه حتى لأرقام الموضوعة متى ما وتيحت لنا الفرصة ومتى ما إن شاء الله قمنا بجهود أكبر الهدف الآن هو النظر ليس فقط من خلال نافذة 2020 كأكسبو ولكن نظر لمخلف 2020 وما هي الفرصة الموجودة بالنسبة للقطاعات الجديدة؟ هناك الأنواع الجديدة من الاستثمار القطاعات التكنولوجية هي قطاعات المستقبل إن كان من الذكاء الاصطناعي إن كان من إنترنت الأشياء وما إلى هناك هل هذه القطاعات تتميز بالنسبة لإستقطاب الأجانب في دبي؟ بالضبط هذا ما رأينا بالنسبة للأرقام عام 2017 وأول 9 شهور من 2018 الأرقام كانت تتراوح في أن حوالي 60% هو المكون تكنولوجي المتوسط والعالي بالنسبة للإستثمارات كلها وهذا رقم مهم جدا إذا رأينا أن هذه النسبة أيضا تتوائم مع استراتيجية الدولة بالنسبة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التدفقات المالية طبعا تتأثر بالعوامل الجيوسياسية ومن أبرزها ما يجري من حرب تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة كيف تتأثر التدفقات إلى دبي بهذه العوامل؟ العوامل الجيوسياسية الموجودة منذ الأزل مع المنطقة ونتعايش معها سواء بالزيادة أو بالنقصان ولكن الهدف هو الاستمرار في ابتكار فرص جديدة في قطاعات جديدة تتوائم مع التوجهات العالمية للإستثمارات اليوم هناك في اقتصادات تطمح أيضا لأخراج شركاتها لكي تكون شركات عالمية ودخول لأسواق جديدة ما توفر دبي لا يتعلق بسوق دبي والإمارات والشرق الأوسط يتعلق بأسواق أكبر في شبل القارة الهندية والشرق الأوسط بالإضافة لأفريقيا